توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وخلال كلمته في احتفالية لوزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف أوضح الرئيس السيسي أن الاحتفالية هي مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام السمحة ومواجهة التحديات والصعاب بعمل دؤوب لقد تعلمنا منذ الخلق العظيم في سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية لأخلاق وقيم الكرآن الكريم وإن من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة